السلام عليكم ورحمة الله ملف استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات رسميا حيث التنفيذ وتمطي هذا الملف نهائيا ويمكن للمواطن استيراد سيارة أقل من ثلاث سنوات وكانت الصفحة الرسمية الخاصة بالجمارك الجزائرية قد نشرت توضيحا مهما على صفحتها الرسمية على فيسبوك يحدد شروط وكيفيات استيراد سيارة مستعملة لكن تبقى فقط في طريقة الدفع أو طريقة دفع الأموال ليست واضحة حاليا هل ستكون للمواطن حرية الدفع أم ستكون هناك طريقة أخرى كذلك لم يتم تحديد البلدان التي يمكن أن تستورد منها صيارة مستعملة بالمعنى حاليا لا توجد قيود على بلدان محددة فالبعض يريد ربطنا فقط بدول أوروبا كفرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا أو غيرها وإنما يمكن أن تستورد سيارة من كوريا الجنوبية التي تعتبر أحد أفضل أسواق السيارات في العالم كذلك من الإمارات التي توجد بها سيارات من الهند وطبعا هي في متناول الجميع من حيث الأسعار لذا لا تربط نفسك فقط بدول أوروبية حتى لا يقوم البعض بإهامك بأن أسعار السيارات مرتفعة لأن الأسعار مرتفعة فقط في الجزائر لسيارات أكثر من عشر سنوات